أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي أن سيد رئيس عبد الفتاح السيسي يولي أقصى اهتمام بتشغيل المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زاهد مستشفى 500-500 وأكد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة استعدادات تشغيل المعهد القومي الجديد للأورام أكد على أن المستشفى يعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر ووجه مدبولي بضرورة الحفاظ على الاستثمارات التي أنفقت في هذا الصرح الطبية الكبيرة مع ضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية مواكها بضرورة توفير شركات مع كينات عالمية متخصصة في تشغيل المنشآت الصحية الكبرى